تعرف أن التعليم هو مفتاح التقدم لأي دولة أرادت أن تتقدم في جميع مجالات الحياة وبالتالي إيمانا من هذه الدول بأهمية التعليم قامت الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 2018 بإعلان اليوم العالمي للتعليم إيمانا منها وإعلانا منها للدول بأن تهتم بهذا التعليم لأنه كما قلت مفتاح التقدم وبالتالي أي شيء يتعلق بالعملية التعليمية من ناحية إعطاءها الأهمية الكبرى هذا اليوم هو مجال للدول أن تبرز ما لديها من إنجازات في مجال العملية التعليمية لكي تكون أيضا قصة نجاح للدول العلوحة نعم هذا اليوم وهذا الاحتفال أكيد سيكون له أثر وأثر إيجابة على تحسين التوازن بين الطلاب وعلاقتهم مع التكنولوجيا الجديدة والتعليم الجديد وصورته الجديدة نعم سيدتي هذا اليوم العالمي يهتم بجميع المعطيات التي تجعل التعليم في سلم أولوياتها من ضمنها التكنولوجيا نحن نعيش في عصر التكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين وبالتالي الجميع الآن أو الأغلب يمتلك مهارات التكنولوجيا وبالتالي يجب على العملية التعليمية أن تواكب هذه العملية التكنولوجيا بأن تكون استراتيجيات التدريس، استراتيجيات التقويم، الإدارة الصفية، التواصل بين أولياء الأمور والمدرسة نبني على هذه المهارات التكنولوجيا وتفعيلها لأنها كما قلت موجودة والأطفال الآن من عمر صغير يستطيع أن يمتلك مهارات التكنولوجيا نعم، دكتور في كل مكان دائما ترتفع الأصوات لعملية التحول والتطور في العملية التعليمية فيه أراء كثير، فيه مدارس كثير، فيه نظريات كثيرة ولكن بالتأكيد الوزارة في عندها رؤية وبالتأكيد في عندها خطة لفكرة تطور التعليم هل التطور مجنظرك يأتي بالمناهج، بطريقة التعليم، بمثلاً خبرة المعلمين أو كيف المعلمين، طريقة التدريس؟ من أين يأتي التحول والتطور؟ شوف أستاذ هيثم إذا أردنا أن نطور التعليم نهتم بجميع عناصر التعليم ما هي عناصر العملية التعليمية؟ في عنا منهاج، في عنا معلم، في عنا متعلم، في عنا بيئة التعلم، في عنا مجتمع وبالتالي الذي يريد أن يطور التعليم يجب أن يهتم بجميع العناصر لأنها تعمل بشكل متكامل وبالتالي المناهج يجب أن تكون متطورة تراعي الفروق الفردية وتحاكي مهارات القرن الحادي والعشرين التي تعود الطالب على التفكير الناقد حل المشكلات اتخاذ القرار الطالب ليس هو الذي يتلقى المعلومة بقدر ما هو الذي يبحث عن المعلومة عن طريق الاستقصاء لأنه في مقولة جميلة جدا في علم التربية تقول قل لي سأنسى أرني قد أتذكر شاركني سأتعلم فالطالب الذي يصنع المعلومة بنفسه هو الذي يبقى أثر التعلم أيضا الطالب يجب أن نهتم فيه من جميع العوامل يعني المنهاج ليس فقط هو كتاب هو عبارة عن خبرات تربوية تعطى للطالب بهدف تنمية جوانب النمو لديه المختلفة الاجتماعية والنفسية لذلك المدرسة ليست مكان لتقديم المعرفة فقط بل هي مكان لبناء شخصية الطالب فمن أراد أن يطور التعليم يجب أن يهتم بجميع هذه العناصر لأنها تعمل ككل متكامل نعم خلينا نشوف زملتنا سيلي شبيب نزلت إلى الشارع وتحدثت مع أهلنا ومواطنين لحتى تعرف كيف عم بتحركوا كيف عم بعرفوا شو عم بيصير بالعملية التعليمية في الأردن فخلينا نتابع مع بعض 24 واحد هو اليوم العالمي للتعليم كيف تقيم التعليم بالأردن؟ والله أنا كمعلم مستوى التعليم للأسف يعني رايح في انحدار في الأردن والسبب ما بعرف يعني إحنا كنا متقدمين في فترة من الفترات ورواد في مجال التعليم لكن للأسف التغير اللي عم بيصير في المناهج كل فترة وفترة عدم الاستقرار التطور اللي عم بيصير السوشيال ميديا للطلاب عدم القراءة يعني كثير أمور اختلفت يعني الأجيال السابقة وأدت إلى أنه مستوى التعليم يصير للأسف مش زي أول في الأردن يعني التعليم بالأردن بالفترة الأخيرة صار فيه تراجع نوعا ما بتمنى أنه يعيده سياسات والمناهج من جديد حتى يرجع يتطور للأفضل يعني سوك التعليم قوي يعني أنه بتعلم يعني يعني باخد أساسيات باللغة بالمواد العلمية بإشي بس أنه هو روتيني أنه لازم يكون فيه إشي إبداعي أكتر بس ما شاء الله عنهم كويس يعني أمور كويس يعني كثير أحسن من غيرنا يعني تعليمنا كويس يعني سيء للأمانة خصوصا في المدارس عداد طلاب كثير مساحات قليلة متوفرة لكل طالب فبالجامعات يعني بظل الوضع أهون شوي صار أفضل يمكن التطوير أفضل خاصة القطاع الخاص يعني والحكومي المبادرات صارت أكثر بالمدارس بتوقع أنه فيه تطور بالأردن أكتر إشي بالنسبة لك كمعلمة بيفتقروا التعليم حاليا في الأردن إذا كمان عم نحكي عن التعليم المدرسي القراءة للأسل في القراءة يعني معظم الطلاب هلأ لجوهم زي ما حكيت لك للسوشيل ميديا للأمور هاي فبالتالي القراءة انفقدت عنا حتى مستوى الطلاب في القراءة مستوى الطلاب في الكتابة بطل في عنا إبداع في الكتابة بطل في عنا إبداع في القراءة إلا طبعا حالات يعني أصبحت فردية لكن في السابق كانت هي حالات عمومية تقدر تعمم يعني هاي الفرضية كان في السابق مناهجنا جيدة يعني مقارنة مع الدول المجاورة لا كويس منيحة حاليا قوية مناهج كولنز وكثير مناهج أقوى أقوى من أول تعليم يكون يعني عبارة عن لعب شوي يعني بصراحة يروح يلعب شوي الطالب يعني يعني يحرك حاله يبدأ يعني يعني الحصص مش كلها هيك رتيبة حصة ورا حصة ورا حصة شو برأيك بحتاج تعليم حاليا حتى يصير أحسن بني تحتية مباني المدارس أفضل تجهيزات أفضل سواء كان من تكنولوجيا أو غيره ومساحات وعدد الصفوف أنه ما يكون مكتظ أو الصف نفسه ما يكون مكتظ بعدد الطلاب هاي في صفوف تتجاوز الخمسين والستين طالب بعض المدارس نعم يعني دكتور شوفنا أراء مجموعة هيك من الأشخاص فيه تفاوت كبير بالأراء شو رأيك يعني شوف أولا التعليم يجب أن يحاكم كل فترة من السنوات نعم يعني عندما ننظر إلى التعليم في الثمانينات والسبعينات لا نستطيع أن نقارن مثلا في التعليم بعد خمسين سنة مثلا وحتى التعليم الآن بعد عشر سنوات وعشرين سنة تصبح الاستراتيجيات التي نستخدم الآن قد تصبح تقليدية في المستقبل والتالي كان الطالب المعلم هو مصدر المعلوم لا يوجد مصادر تعلم وبالتالي الطالب ليس لديه إلا أن يحفظ وأن يركز على الحفظ حتى يستطيع أن قبل شوي نتكلم عن الاجتماعيا كيف يدير الطالب هذه العلاقات نعم كان الطالب الذي لا يحفظ قصائد لا يحفظ تاريخ لا يستطيع أن يجلس في جلسة اجتماعية ودير نفسه الآن في ظل تواجد مصادر التعلم الكثيرة لا نركز على الحفظ كثيرا مع أنه في أساس حفظ لكن نركز كيف يفهم الطالب المعلومة كيف يستخدم هذه المعلومة في توليد معرفة جديدة لأنه الآن ممكن الطالب على هذا التليفون يعني ينزل القصيدة كاملة وينزل المجلدات وبالتالي الطريقة في التفكير يجب أن تختلف نعم هذا الأمر فلذلك في كل مرة نطور المناهج الذي يسأل عن تطوير منهج دعم لأن العصر يتطور الآن أنا لا أتكلم في المنهاج عن شيء مثلا قبل 200 سنة أو 300 سنة أصبح قديم في ظل الانفجار المعرفي التطور في المعرفة أصبح كبيرا وبالتالي يجب على المناهج أن تتطور باستمرار لكي تواكب هذه المعرفة التفكير وأيضا يعني لما نحكي عن تعزيز التحول الرقمي والتكنولوجيا فأكيد بالأول سيكون فيه رفض ربما لبعض الأمور أو إعادة تفكير فيها بطريقة مختلفة يعني أنا واحد من الأشخاص اللي كانوا عم بيحكوا عم بيقولوا على القراءة أعتقد أنه ربما هذا الجيل هو مش عم بيمسك كتاب يقرأ لكنه يقرأ منشورا على الفيسبوك هي قراءة ويقرأ أبحاث موجودة يعود إلى صفحات جوجل وغيرها وبالعكس اليوم المعلومة بين إيديه قادر أنه يوصل لها يعني هو الهدف موجود لكن الوسيلة والأداء اختلفت يعني وبالتالي لا أستطيع أن أقول أن الطالب إذا لم يمسك كتاب هو لا يقرأ هو يقرأ المنشورات يقرأ الأمور التي تكون موجودة على الأدوات التكنولوجية وهذه إذن هي قراءة نعم دكتور لما نتحدث عن المستقبل التعليم في الأردن كيف ترى مستقبل التعليم في الأردن يعني على الأقل عشر سنوات يعني شوف إحنا إذا تتبعنا تاريخ التعليم في الأردن يعني نتكلم مثلا عن مؤشر نسبة الأمية في بداية الخمسينات كانت نسبة الأمية 88% الآن بفضل التوجيهات المركية وبفضل سياسة وزارة التربية والتعليم نسبة الأمية في الأردن أقل من 5% 4.9% بال10% إذا ما قررناها بالنسبة الأمية في الوطن العربي أكثر من 21% وفي العالم أكثر من 13% نرى أن الأردن في مقدمة الدول التي تكافح الأمية خاصة أن الأمية هي المنبع لعدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا نظرنا إلى التكنولوجيا الأردن قطع مجال كبير جدا في مجال التكنولوجيا وإدخال الحواسيب إلى المدارس والآن شبه كامل مدارسنا مشبوكة بالإنترنت وبالتالي يستطيع المعلم أن يستخدم أدوات التكنولوجيا المعلم أيضا مدرب ومهيئ ولدينا الآن دبلوم إعداد المعلمين قبل الخدمة بالتعاون مع أربع جامعات رسمية بأن المعلم قبل أن يدخل إلى غرفة التدريس يكون مزود بستراتيجيات التدريس والتقويم والإدارة الصفية التي تمكنه من إدارة الصف بشكل عام إذن المستقبل كما قلت لك إذا أردنا أن يكون المستقبل ظاهر للعملية التعليمية نهتم بجميع التفاصيل التي تطور من عملية التعليم نعم دكتور بالنهاية كلمة بمناسبة هذا اليوم العالمي للتعليم سيدتي نحن الحمد لله الأمور التعليمية ونحن في بداية الفصل الدراسي الثاني نتمنى التوفيق للجميع دائما أقول بما أن التعليم هو حق للجميع فهو أيضا مسؤولية الجميع تتكامل في المجتمعات المحلية مع وسائل الإعلام نحن في وزارة التربية والتعليم رفعنا شعار كل من يعيش على أرض المملكة الأردنية الهشمية وهذا يتوافق مع اليوم العالمي للتعليم له الحق في التعليم وبالتالي جميع الطلاب الذين أتوا إلينا من الخارج عبر ظروف في بلادهم استقبلناهم في مدارسنا الطلاب الذين انتقلوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية في جائحة كورونا حوالي ربع مليون طالب أيضا استقبلناهم لأنه هذا واجب علينا في المدارس الحكومية أن نستقبلهم فلذلك كلما كانت العلاقة تكاملية بين جميع مكونات العملية التعليمية شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور